السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقات أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ هل أنتم بكامل استعدادكم معي لبداية درسنا؟ إذن معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية لطلاب وطالبات الصف السادس ابتدائي الرائعين معي في مادة لغتي الفصل الأول قوانين التعلم عن بعد التي يجب علينا أن نلتزم بها طلاب الصف السادس أنتم كبار أولا نختار مكاننا المناسب للتعلم عن بعد ويكون خالي من الضجيج تكون لدي معرفة بجدولي وأوقات التعلم المباشر أجهز الكتاب وأدواتي التي أحتاجها أستمع إلى درسي بتركيز أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص له نوجه رسالة إلى أولياء الأمور نطلب منكم التواجد أثناء فترة البت للتوجيه والإرشاد ومساعدة أبنائنا وبناتنا كذلك تعميم وخبرات ما تعلموا أثناء الدرس إلى حياتهم العامة عنوان الدرس الظروف المكانية أولا مجال المستهدف هو المجال المعرفي مجال المساند هي مهارات الحركية الدقيقة الهدف العام من الدرس معرفة الظرف المكاني فوق وتحت وأمام وخلف وداخل وخارج أهداف التدرسية التي نسأل الله أن يوفقنا فيها بإذن الله أن يسمي الطالب وطالب الاتجاهات كذلك يوظفها بشكل صحيح وأن يطابق الطالب وطالب الاتجاهات فوق وتحت وأمام وخلف ثم نصنف الطالب وطالب الاتجاهات فوق وتحت الظروف المكانية درسنا كان عن الظروف المكانية تطبيقا لما تعلمنا أثناء دروسنا الماضية الآن أخبروني أين يقف الدب هي ظرف مكان تحدد لمكان الشيء ما هو ظرف المكان المناسب الذي أستطيع توظيفه هنا ماذا أقول؟ أين يقف الدب؟ ما الكلمة المناسبة؟ أين تقولون لي يقف الدب؟ أحسنتم ممتاز فوق الطاولة رائع إذن الدب يقف فوق الطاولة ممتازين طيب ماذا لو غير الدب مكانه؟ والآن أين أصبح يقف هذا الدب الأصفر؟ أين مكانه؟ ها انظروا هو يختبئ أين؟ أين يختبئ؟ أحسنتم تحت الطاولة يبدو أنه يختبئ تحت الطاولة إذن أين يقف الدب؟ تحت الطاولة وقبل قليل أين كان يقف؟ فوق الطاولة فوق الطاولة ممتازين ننتقل بعد ذلك ونشاهد تمرين آخر السؤال يقول ماذا يوجد أمام السيارة؟ السيارة كما تشاهدون واقفة تمام؟ ماذا يقف أمام هذه السيارة؟ ماذا يقف أمام السيارة؟ ها انظروا واجهات السيارة هذه الأمامية هنا السائق يقود السيارة ماذا يقف أمام السائق؟ وأمام السيارة الصفراء ممتاز القط القط إذن يقف أمام السيارة القط القط مكانها أين؟ أمام السيارة رائع طيب الآن تأسألكم سؤالا آخر ركزوا معي قليلا ماذا يوجد خلف السيارة؟ خلف السيارة يعني وراها ماذا يوجد؟ ماذا يوجد؟ حددوا لي ما هو الشيء الذي يوجد خلف السيارة؟ مكان هذا الشيء خلف السيارة ما هو أمام؟ لا هو خلف السيارة ماذا يوجد في هذا المكان الذي هو خلف السيارة؟ نعم صحيح السلحفات السلحفات أين مكانها خلف السيارة ممتاز إذن السلحفات خلف السيارة صحيح الآن نقل وصل الصورة بالكلمة المناسبة حسب مكان السمك السمك الآن أين تشاهدون السمك؟ عندي حوض ماء السمك أين هو؟ هل هو داخل الحوض؟ أم خارج الحوض؟ ماذا تشاهدون؟ أين يوجد السمك؟ حددوا لي مكانه هل هو داخل هذا الحوض؟ أم خارج الحوض؟ ما الكلمة المناسبة؟ في الصندوق الأخضر تقول خارج وفي الصندوق الأزرق تقول داخل أنتم ما رأيكم؟ ماذا تشاهدون؟ رائع إذن السمك خارج حوض الماء أحسنتم ماذا لو أصبحت السمك الآن؟ الآن أين أصبح مكانها؟ هل هي خارج أم داخل حوض الماء؟ أين مكان السمك الآن؟ أين تشاهدونها؟ هي خارج أم داخل حوض الماء؟ ممتاز السمك الآن أصبحت داخل حوض الماء إذن السمك داخل حوض الماء رائع إذن تعلمنا فوق وتحت أيضا أمام وخلف أيضا داخل وخارج هيا ننتقل إلى كتابنا ونفتح صفحة 44 على درس الظروف المكانية نشاط الأول يقول لون الصور حسب المطلوب أولا في الصورة هنا نجد كتابا وطاولة طلب منا تلوين ماذا؟ تلوين الكتاب الموجود فوق الطاولة من منكم يستطيع أن يشير لي حتى أرى أين الكتاب أو مكان الكتاب الموجود فوق الطاولة؟ ممتاز إذن نتفق أنه هذا هو الكتاب الموجود فوق الطاولة نقوم بتلوينه إذن نلون الكتاب الموجود فوق الطاولة رأيتم؟ قمنا بتلوينه باللون الوردي اختاروا أي لون؟ وقوموا بتلوين الكتاب الموجود فوق الطاولة الفقرة الثانية لون الورود الموجودة أين؟ تحت الطاولة ها من يختار ويشير على الشاشة؟ أين الورود الموجودة تحت الطاولة؟ أين هي؟ من يشير عليها؟ ممتاز إذن هذه هي الورود الموجودة تحت الطاولة ممتاز نقوم بتلوينها رائع أبنائي وبناتي هيا ننتقل لسؤال رقم 2 صفحة 45 السؤال يقول تماعا في كل صورة أمامك أمامي صورة ماذا؟ عصفور وصورة طائرة وشمس ثم أرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة الفقرة الأولى تقول العصفور نحن هنا العصفور معذرة العصفور أمام أم خلف الطائرة؟ ماذا نختار؟ ما الكلمة المناسبة التي تحدد لي مكانه بشكل صحيح؟ العصفور الآن هل هو أمام أم خلف الطائرة؟ طائرة انظروا متجهة بهذا الاتجاه هذا هي وجهات الطائرة من يقف أمامها؟ من يطير أمام الطائرة؟ أحسنتم إذن العصفور أمام أم خلف؟ أمام الطائرة إذن العصفور أمام الطائرة طيب هنا الشمس أمام أم خلف الطائرة؟ الآن الطائرة انظروا هذه نهايتها وهذا ذيل الطائرة من خلفها؟ من جاء خلف الطائرة؟ ها ماذا يوجد خلف الطائرة؟ ماذا تشاهدون؟ الشمس يعني مكان الشمس أين؟ هل هو أمام أم خلف الطائرة؟ رائع إذن الشمس خلف الطائرة أحسنتم إذن العصفور أمام الطائرة والشمس خلف الطائرة أما العصفور فجاء في أمام الطائرة الآن نشاط رقم 5 صفحة 48 نفتح على نشاط رقم 5 صفحة 48 سل الصورة بالكلمة المناسبة حسب مكان الولد أمامي هنا ولد يلعب بالكرة في البداية الولد ماذا فعل؟ أخذ الكرة ووضعها أين؟ مكان الولد الآن؟ الكرة موجودة في الخلف وهو أين؟ إذا كانت الكرة في الخلف الولد وين مكانه؟ هل هو فوق أم خارج أم تحت أم أمام؟ أمام الكرة أم داخل أم خلف؟ أحسنتم الولد جاء هنا أمام الكرة لأننا نجلسين نشاهد الولد وهو جالس أمام الكرة طيب في الصورة الثانية الولد رفع الكرة في الأعلى فأصبح الولد ماذا؟ أولا نشاهد فوق ماذا؟ الكرة والولد أين أصبح مكانه؟ أين أصبح؟ وأنه فوق ما ضدها؟ أحسنتم إذن هل هو فوق أم تحت خارج أم تحت الكرة الولد؟ ممتاز الولد تحت الكرة أحسنتم إذن أوصلها بكلمة تحت انظروا إلى الولد الآن أين دخل هذا الولد المشاكس؟ أين يوجد؟ لقد قلت لكم الولد داخل الصندوق إذن نبحث عن ضرف مكان داخل هنا ونقوم بتوصيلها الآن الولد أين؟ في الصورة التالية نشاهد ماذا أمامنا؟ الكرة طيب الولد أين ذهب؟ ها أين موكا مكان الولد الآن؟ هل هو فوق أم خارج؟ أم خلف؟ أحسنتم الولد خلف الكرة هو موجود ولكنه خلف الكرة طيب الآن الولد أين يوجد؟ أين يوجد؟ هل هو مثل قبل قليل داخل الصندوق؟ أم ماذا أصبح؟ ما عكس داخل ها أين أصبح الولد الآن؟ هل هو فوق أم خارج؟ أحسنتم خارج الصندوق الصندوق الولد خارج الصندوق نشاهد هنا باللون البنفسجي وصلنا الصورة مع كلمة خارج أخيرا أين يلعب هذا الولد المشاكس؟ أين يوجد؟ ها بقي لي كلمة واحدة أنتم ماذا تشاهدون؟ أين مكانه؟ بالنسبة للكرة ها ماذا نقول؟ فوق أحسنتم إذن الولد فوق ممتاز لأن الخطوط تتدخل علينا قليلا سأضع كل هنا أمام بعد ذلك هنا الولد ماذا تحت؟ ثم الولد داخل الصندوق بعد ذلك الولد خلف الكرة ثم الولد خارج الصندوق بعد ذلك أخيرا الولد أين؟ فوق الكرة هذه الظروف المكانية حسب مكان الولد أحسنتم أبنائي وبناتي أنا الآن أقف أمامكم لماذا؟ لأودعكم وألقاكم على خير بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب ترجمة نانسي قنقر